لو رجعنا كده لأخر مباراتين اللي عبهم نادي الزمالك أمام أرتا سولار والبنك اللي قالت شوف إن فوزين مهمين قوي يعني في أرتا سولار في مبارات العودة بالنسبة لدور الـ 32 في الكنفدرالية هزيمة في المباراة الأولى في المباراة الثانية مباراة العودة هزيمة في الشروط الأول 1-0 فأنت كده الدنيا صعبت بشكل كبير في الشروط الثاني عودة ولا أروع في مباراة البنك بتبقى متأخر وبتريد منك واحد وبترجع تفوز شفت إزاي المباراتين دولة كانت بص أنا طبعا مباراة أرتا سولار دي كانت بالنسبة لي مباراة مفترق طرق صحيح لأن فعلا أنت خرجت من البطولة من الكنفدرالية يبقى أنت ناهيت على الطولة من البداية وده شيء سيء جدا 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 في بدايات الموسم يعني تبتدي الموسم وأنت عارف طبعا الناس الزمالك كان برضو بيتعرض لهزة أتمنى إن شاء الله أنها تنتهي في الفترة اللي جاية بعد الانتخابات إن شاء الله إن شاء الله فأنا كنت مرعوب أن احنا نخرج من هذه البطولة لأن كان هيبقى ليها تأثيرات بعد كده كمان يعني هتخرج من الكنفدرالية وبعدين مشيت في الدوري مش كويس في أسباب في أسباب خارجية ساعدت على إن النتاية تتعادل في الماتشين اللي أنت لعدتهم في الدوري وأسباب غير خفية أسباب أعلنها أسوري بنفسه قال إن أنا كنت غلطان لما فترة التعداد كانت قليلة في المباراة التانية مباراة المقاولين العرب والجانب التحكيم اللي كان نجم المباراة في ظلم نادل زماني طبعا طبعا فالموضوع كان هيبقى بالنسبة لك لو خسرت ما تشين في الدوري وخرجت من الكنفدرالية هتلاقي الأمور طول السنة بالنسبة لك صعبة جدا صحيح صعبة جدا